نصف عام من الحرب في أوكرانيا ولا بصيص أمل لوقفها يقول طبيب عسكري من على جبهة القتال في جنوب أوكرانيا علينا أن نكون مستعدين لاحتمال أن تستمر الحرب لفترة طويلة يتابع طبيب الأسنان الذي يناديه زملائه بلقب دوك هناك دموع كثيرة ودماء كثيرة الأمر يفطر القلب ويضيف إن الحرب تدمر تاريخ أجيال كثيرة فيما ستكون قد مضت ستة أشهر على اندلاعها بعد غد الأربعاء يسكب رفاقه أوعية من الحساء الساخن داخل مجمع محصن تحت الأرض تحيط به حواجز حديدية صدئة لصد تقدم الدبابات وتنتشر فيه القطط والكلاب الضالة يجلس رجل على رأس الطاولة وعلى ذراعه وشم لا تسلم يفضح ميكولا الجنديذ الواحد والأربعين عاماً وقد جلس على يساره ستة أشهر من الحرب هذا لا يسبب فقط آلاماً موجعة للبلاد بل أيضاً هناك ألم صغير شخصي داخل كل واحد منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة